صارف، انت صارف هاني حبيب يا كابتن طيب، بمناسبة الصارف بقى أخبار الزمالك إيه؟ في مشكلة في نادي الزمالك دلوقتي فق الكريد هو على طول المشكلة بص يا كابتن في اتجاه وتفكير جواه نادي الزمالك دلوقتي ان نادي الزمالك قد لا يتم فق الكريد داخل نادي الزمالك قد لا يتم فق الكريد داخل نادي الزمالك في التفكير ان الزمالك مكافة الكونفردولات اللي وصلت 2 مليون الزمالك قريدي صرف منها 500 ألف دولار باقي 1.600.000 دولار يعني اول خبر عندك مفيش فق الكريد لا فيه اتجاه ان انا لو ما قدرت اشحل فك الكود العيبة اللي موجودة كلها هتكمل معايا تقولي العيبة اللي موجودة هتكمل معايا الزمالك 400 ألف دولار دم تم دفعوهم بشكل نهائي بقى مليون 600 المفاجأة ان فيه احد اعضاء مجلس دارة نادي الزمالك العضو ده كابتن مدي كارد للنادي بمليون ومتين ألف دولار مليون ومتين ألف دولار معنى كده ان نادي الزمالك مجرد ما يستلم المبلغ فورا هيتم تحويل كيمة المبلغ العضو مجلس دارة هيبقى كام بتتكلم في 200 ألف دولار فقط لغير يعني ايه عضو مدي النادي مليون في فك الكود الكابتن هسين السيد مدي كارد للنادي الزمالك بمليون ومتين ألف دولار المبلغ ده تم دفعو النادي الزمالك لفك الكود خلاص بشكل نهائي هيسترده لما الزمالك ياخد فلوسه مكون فضلاء بقى 300 ألف دولار خلي بالك ان جوميز اللي بياخد 30 ألف دولار بقى له ثلاث شهور ما خدش ردبه فيه ثلاث شهور كمان مكافتة كونفدرالية اثنين شهورين ما خدش ردبه وثلاثة مكافتة كونفدرالية خلان اقول لك كابتن مهيب جوميز جايله عرض من أحد الانديت للدور الخليج النهاردة كان فيه أحد وكالية اللي عابين بيكلم جوميز انه هو يروح انتحد الدورات في الخليج بس هو الزمالك قعد معاه الزمالك قعد معاه هو حاوله يجدوله هم جدوله جدوله المستحقات انه هو ياخد شهر ونص بعد كده تلقى له شهر ونص كمان فبالتالي المشكلة بتاعت جوميز والمستحقات بتاعته لا الجدولة والراجل اللي يععد في نادي الزمالك هو حابب التوجه في نادي الزمالك والتوجه في مصر ونادي الزمالك كمان عايز اكمل على كلام هاني فيه مشكلة تانية السفقات اللي هم مضوها كلها جوميز قال انا مش عايزها ده حلي بالك ده حلي بالك الامر الناهي دلوقتي والمتحكم الاول في نادي الزمالك في الصفقات هو جوميز جوميز انا مش عايز جاله كم العيب اجنبي اه اتعرض عليه لحد اللي لاتي عشرين العيب اجنبي يا نهرب جوميز جافضهم كلهم واللعاب المحلية كمان احنا كنت قلت مع حضرتك مكة وشيكة والحارس محمد شعبان وعمر الجزار قال لا مش عايز حد منهم انا عايز يجدد لعواد وصبحي مفيش حارس تاني في مصر قدر يلفت نظره او ان هو يجيبه عشان يجي مثلا مكان صبحي او عواد لا قال اللي اتنين يجدد لهم وبمناسبة العرض كمان اللي جاي العواد مفيش اي عروض رسمية جات مفيش اي عرض العواد احنا بنسمع عروض عواد دي من احنا صغيرين مفيش اي حاجة خالص ما بقاش في عروض طب اعايز اقولك بقى ازودلك على خبرك ده احنا بنكمل بعض يعني ان الزمالك هيجدد محمد صبحي ومحمد عواد في الفترة القادمة رسميا الاثنين مكملين في نادي الزمال وعدم الفق الكيد اللي هنتكلم عليه ده كمان فتح الخريطة للعيبة اللي هتمشي هيعاد النظر فيها تاني عشان لو ما يدروش يفقوا الكيد بالضبط هيبتدي يعاد النظر في اللعيبة وهم بالنسبة له شايف ان اللعيبة اللي موجودة دي افضل المتواجدين او مفيش حد برا يدري الفت نظره ان هو يجي بس هو لازم هيجيب مدافع ده اللي هما شغلين عليه دلوقتي ومفيش حد من الدوري لفت نظره باكليفت مفيش حد من الدوري لفت نظره يعني ده بالنسبة للكلام بتاع نادي الزمال حلوة طيب